ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ماروك أخريا في كواليس الأمم المتحدة إذا تشترط الجبهة تدمير القمرين الصناعيين المغربيين لوقف حرب طواحين الهواء التي لا وجود لها إلا على منصات افتراضية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بيانات عسكرية فقط عدد الرصاصات المطلقة في الهواء أمام عناصر بعتة الأمم المتحدة إلى الصحراء واعتمدت القيادة العليا للقوات المسلحة على صور القمر الاصطناعي لرصد تحركات كبيرة لجبهة البورية بمناطق بعيدة عن الجدار العازل وقريبة من تيفاريتي وبئر الحلو والقرقارات والمحبس ووجهت تعليمات إلى قوة المشات والدرك الملكي برفع درجة الاستنفار إلى الأقصى واضعة للوحدات العسكرية الخاصة على أهبة الاستعداد تحسبا لكل الاحتمالات ولمنع الجبهة الوهمية من التحرك بكل حرية وبدأت عملية المراقبة الميدانية منذ مدة إذ تم رصد تحركات مريبة في مناطق جديدة تم رصدها من الفضاء ووجهت صور منها للمفتشي العام للقوات المسلحة الملكية ووزارة الخارجية كما تم تعميم أوامر خاصة قبل أشهر تهدف إلى منع كل محاولات البناء والاستقرار في المنطقة العازلة على مختلف الوحدات العسكرية على اعتبار أن أي تشييد مدني أو عسكري أو إداري أو أي نوع من الأبنية من قبل البوليساريو شرق الحزام الأمني يشكل خرقنا لوقف إطلاق النار وإعلان الحرب وما زال قرار المغرب التدخل السلمي من أجل وضع حد النال الأعمال العدائية لميليشيات البوليساريو ومنعها تدفق الأشخاص والبضائع عبر معبر الحدود القرقارات يحظى بمساندة ودعم كبيرين على المستوى الدولي إذ أكدت العديد من العواصم والمنظمات عبر العالم على شرعية هذه الخطوة التي ترم إعادة فرض القانون بإقرار مبدأ حرية تنقل الأشخاص والبضائع كما عبرت عن دعمها للعملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل وضع حد للإستفزازات الخطيرة لجبهة البوليساريو التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب